مش نكمل وين توقف سيد مولدي جاسومي مشتوجه إلى سيدة نيلة الزغلامي ونحب نشكرهم خاصة على البيان اللي صدرته الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات اليوم يظهر لي بيان طويل وعريض وفيه عديد من الجوانب المهمة في علاقة بطريق التحرر اللي حكي عليه سيد مولدي وهذا هو المشكلة اليوم معتها اليوم قعدنا بعد عقود نحكيه على مجلة الأحوال الشخصية مجلة الأحوال الشخصية المفخرة لكل التوانسة اللي اليوم حتى نقريه في الجامعة الراو هتناصف الراو نساء متفوقات في الدراسة في العمل إلى آخره رغم التضييقات المجتمعية اللي نحكيو عليها رغم التضييقات الاقتصادية وحكيت اليوم في بيانكم حتى على ظهيرة تأنيف الفقر اللي وليت موجودة في تونس وهي ظاهرة يزب الغوص في العمق متاحها احنا اليوم خلي نمشي المجال اللي حكي عليه سين مولدي المجال السياسي احنا اليوم بعد مجلة الأحوال الشخصية في الثورة في جامعة 2011 كانت لحظة مفصلية وفارقة كانت ثم خطر ردة على هذه المكاسب نتذكر نسخة أوت 2013 وقت اللي ولينا نحكيه على المرأة مكمل وعلى التكامل ودور المرأة في الجانب الأسري فقط وكانت حقيقة مرحلة نظالية مهمة في تاريخ تونس ما لازم ننساوها لكن اليوم احنا في بناء جديد اللي ماشيين على استفتاء الى دستور جديد ممكن مش جينا نسخة نتناقشوها هل فم تخوفات انو نرجع للنقاشات هذية هل فم اختر على مكتسبات المرأة خاصة اللي نرجع بالنسبة لي انا خطاب رئيس الجمهورية في 13 اوت 2020 اللي حط حرية المرأة في جانب معين وبعد على كل ما هو مساواة تامة خاصة في علاقة بالمساواة في الميراث الى اخره هل هذا ما يشكلش تخوفات لكم انتم في جمعية نساء الديمقراطيات هو اكثر من تخوفات احنا اليوم من خلال الرسالة اللي بعثناها للرأي العام الوطني والاقليم والدولي اعتبرناها صرخة فزع وغضب من اجل هذه المكاسب ومن اجل مكاسب جديدة لانا احنا في الفترة الاخيرة هذي عنا مدة معاج فما حتى مرسوم او حتى قانون مثلا يعطي اراكم للمسألة اللي كنت تحكي عليها سواء لمسألة تأنيث الفقر اللي اصبح مؤسساتي او لمسألة ولوج النساء ونفاذ النساء الى ملكية الارض والمساواة في ملكية الارض وبعد غضوة نهار الخميس فما مجموعة من نساء في الاجساب بيش تتعدى على المحكمة لا لشيء الا لانها طالبت بالاقتصاد الاجتماعي التضامني تحب هي تستغل الارض وتكريها هي من عند الدولة ولكن الدولة ارتأت انه تعتاه المستثمر والمستثمر اترد منهم النساء هذوكم الخدامة اللي هما في الارض هذيك واللي هما عندهم توسنوية يستثمروا فيها ونهار الخميس عندهم محاكمة وما تنجم الجمعية تنصيه لنساء الديمقراطيات كانت تكون معاهم وبش تخصلهم محاومة وبش نتنقلوا على عين المكان وبش نسندوهم تخوفات الاجمالية اللي توسايرة انه حتى مسئلة العدالة الاجتماعية حتى مسئلتها الشعار المرفوع اليوم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية خاطرتها والمرحل حقوق اقتصادية واجتماعية وخلينا غادي نطف وضعو على بقية الحقوق حتى في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية احنا ملمسناش حتى مرسوم حتى قانون وحتى التوجه وحتى نية للتوجه كيفية وسيلة التواصل بيننا وبين رئاسة الجمهورية وبيننا وبين الحكومة وبين الإرادة السياسية عبر الخطابات لدينا قوانين ولا مرسيم خرجت في اتجاه توحيد الأجر ما قلناش تساوي يا سيدي أعملي توحيد للأجر بين الأجر الفلاحي بين النساء والرجال هذه حاجة أعطيني فعلي المنشور 2019 للدقل الآمن للنساء هيألي المسالك الفلاحية لنساء هذو مش قاعدين يموتوا في شاحنات الموت فماشي طغطية اجتماعية فماشي طغطية صحية هالحقوق الشغلية والحقوق المهنية هل نتحدثوا عليها في المجال الاقتصادي ما رينيش منها حد شيء لا من 2019 ولا من 2021 ولا من 2021 ولا من 2021 ولا حتى في العشرية السابق هذه من ناحية من ناحية ثانية تخوفيتنا أحنا سرتوب في الجمعية تنصيل النساء الديمقراطيات معاه أنا نضم صوتي لصوت سيل مولدي اللي هو صديق بدراسة ونعرف اللي اللي نساء هذو ما لازم إنه قوة القانون من ناحية تغيير العقليات من ناحية ثانية وتفعيل القوانين من ناحية ثالثة هي اللي تنجم تعطي حقوق النساء هذو ما اللي كانت ذكره سواء نقرأوا كلهم ما نشبش نتحدث على الأشخاص أما كلهم يمشيوا يتصوروا معاهم وين هما يخدموا في الأرض في الطب بس بابطهم مطلوق بكرة هبهم مطلوق ويروحوا وما فهميش حتى إرادة سياسية لي أعطاهم هالقوانين أي قانون حتى قانون واحدة سيدي ما قلت أنت شوان تعليك محلولة ياسر أعطينا شانتي واحدة سيدي شدنا شانتي واحدة وخلينا نلمسوا الإرادة الحقيقية الفعلية في هالمسألة هذه أعطينا مساوية في الأجر أعطينا مساوية في الإرث أعطينا مساوية في ملكية الأرض إخي إحنا مواطنيات رأنا ملاكة في بلادنا ما نشكر رأي إحنا نساء وإحنا مواطنيات وشبينا في الأداءاتنا ندفعوا جدنا جد رجال وكنجو للحقوق ومقدمين في الحرب ومؤخرين في الراتب ثم بالإضافة إلى ذلك أنت كتحتي على التحرج في العمل في الضيعة هذه الكاميونة اللي طلحها فيها يسب فيها الزيت الصباح ولا الماء بيشتهز أكثر ما يمكن من عباد واقفين الدورية بتاع الشرطة ومشينا في لقاء مع وزير الداخلي وحكينا له على المسأل قلنا له كيفاش دورية تتعدى قدامها كاميونة فيها 30 مرأة ما هيش بطبيعة ما هيش مأمنة وزير الداخليا الحالي نيلة الحالي الحالي وزير الداخليا الحالي ما هيش مأمنة كيفاش الدوريات تخلوها تتعدى رأوا قاعدين نحاولوا نمشوا في الاتجاهات الكل نحاولوا نعملوا في اتصالات مع بعض الوزارات نحاولوا نخرجوا في رسائل الرأي العام نحاولوا نعملوا في ندوات صعوفية الشارع اللي تحدث عليه سينورزين التابوبي احنا غدوة عنا ندوة كبيرة في تونس على العدالة الاجتماعية نفذ الفلاحات للأرض وباش نجيبوا الفلاحات يعملوا دي تيموانياج وباش نجيبوا حتى هي باش تكون ندوة إقليمية معناها حتى فيها تيموانياج من فلسطين وبتعرفه وكل هل انو ان احنا تقول انتي باي الندوة ذي هي وبعد هبطهم لشارع هاني باش نجيبهم لك هاني باش ننضم صوتي سينورزين التابوبي وكنت حاضر هنا في الندوة نهار الاثنين معاه اللي هو سلتحاد سبق اللي تيا الجامعية خطحنا بعض غدوة عاملين الندوة وباش نهبتوا بنسيه هذو ما به ونهبتوا لللافوني ونعملوا مصير ماذا بعد ذلك ويني الإرادة السياسية عليش احنا قلنا راي صرخة فزا راي بالحق راي فما اسلح حارقة راي صواتنا بحث في المنابر الإعلامية وفي الندوات وفي التواصل احنا وصلنا اهباطنا لنسيه في سليانة في الأقصاب وساندناهم ولكن ما راعنا إلا احنا روحنا قدامنا ما صرحت شي احنا روحنا وهم الكل توقفوا شنون نحب نقول هنا بله مانيش بسامحوني طولت شوي فقط نحب نقول احنا ما عناش تحامل حتى على الطرف كام وما عناش معناها كيفاش ما عناش معناها الإرادة متاعنا هي من أجل هنساء العاملات ما كنت يا سيدي تزايد علي ما قلت أنت نساء صالونات وقلت أنت إنساء ما صحيق هاي سيدي أنا أنا نحمل هم من نساء الفلاحات وهم من نساء اللي يشغلوا في الأرض أكثر من نكنت وشنرجوا حد ما نجمي زايدة على الجمعية توصيل النساء خطرناها من ريف الكيف والكميونة اللي يحكى فيها عليها هو ما طلعش فيها أما أنا طلعت فيها ونعرف المعاناة من اللاربعة متاع الصباح متاع المرأة وقتل تمشي للواحد بشتعتينا نحنا الطماطم والفلفل أكل مزجي بدمها ومزجي بعرجها ومزجي بتشقيق يداها وبالدول تستعمل فيه للواحد الطماطم والفلفل بش نحنا نجو ناكلوه هانين وزيد ساعات ما يعجبناش ساعات ما يعجبناش ومع ذلك هالمعاناة أنتي كدولة أخي أنت تستنى مني نافر المجتمع المدني هاكي تضايق عليه في المجتمع المدني هاكي تحب تسكر أنا ما ناخذش تاموين بش النجم ناقف بهم هانساها هاكي ما تحبنيش حتى نمدي يدي أنا للدولة بش النجم أنا على الأقل ننطلع بهانساها هذومة وغيرهم منسارة ومش ما فهماش كان العاملات الفلاحيات لو فهم العاملات المنزليات لو تشوفوا وشنو عادت